حذرت الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها ستدفع الثمن في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هواتشوين يينغ قالت خلال إحاطة إعلامية دورية أن الجانب الأمريكي سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية مشيرة إلى أن بكين على تواصل مع واشنطن بشأن زيارة بيلوسي أما فيما يتعلق بموقف الجانب الصيني فكان واضحا الصين كانت ميرانا وتكرارا أكدت موقفها بشأن هذا الموضوع وكانت أيضا قدم تعليمتها للجانب الأمريكي ونحن نتابع أيضا لزيارة ورحلة نانسي بيلوسي إلى المنطقة وسنتخذ كل التدابير اللازم وصرم للتأكد من الحفاظ على مصالحنا السيادية والإقليمية